بسم الله الرحمن الرحيم اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون اخوتنا واخواتنا في الله يا ابناء البحرين الغالية يا ابناء سود الثورة وشيخ الشهداء الشيخ النجاس يا اعظم الشعوب ثباتا وصبرا السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته بعد انذي بد ندعوكم جميعا للوقوف دقيقة حداد على روح الشهيد السعيد على روح الشهيد السعيد سعيد المرزوق وعلى ارواح شهدائنا الابرار وقراءة سورة الفاتحة واهدائها لارواحهم الطاهرة فرحم الله من قرأ سورة الفاتحة عماني ونصف على انطلاق ثورة الرابع عشر من فبراير المجيدة وبالرغم مما تعرضت له الثورة من قمع وجرائم ممنهجة وزج الرموز القادة مع الآلاف من المواطنين في السجون والطوامير ومطاردة المئات من الأحبة المطلوبين وتهديد الشعب البحراني بالتصفية وممارسة التطهير الطائفي بحقه فقد بقي الشعب بكافة فئاته صامدا ثابتا في الساحات والميادين مستبسلا في الدفاع المقدس والعمل المقاوم ونجح في استلام زمام المبادرة في أكثر من معترك طوال أيام الثورة المباركة ونجح في إبقاء الوهد الثوري مشتعلا في النفوس وفي ساحات العزة والكرامة أيها الأخوة والأخوات الكرام من أرض إسود الثورة بلدة المقدادين أرض البلاد القديم وبعد التوكل على الله الملك الجبار الذي يهلك ملوكا ويستخلف آخرين يعلن الإتلاف عن إطلاق مشروعه المساند للهبة الشعبية الكبرى القادمة الهبة الشعبية الكبرى القادمة الهبة التي ستعصف بكيان العدو الخليفي ويستعصف بمرتزقته الأجانب وذلك في ذكرى عيد الاستقرال عيد المقاومة والتحرير تحت شعار عاصفة التمرد فها هي بوادر العاصفة التمردية قد قضت للعدو الخليفي مضاجعا من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب فكيف به إذا تلقى صفعات العاصفة التي تجدي معها التدابير التي يحتضر لها ويتدارسها مع المحتل السعودي الغاشم فكونوا على الموعد الكبير يا شعب البحرين الصامد والمقاوم فلقد جاء الموعد لاستلمام زمام المبادرة مجددا فمحطة الرابع عشر من أغسطس هي محطة ثورية شعبية عاصفة استمرار لمحطات ومفاصلة ثورة الرابع عشر وأهدافها وهي محطة تحررية سيكون فيها الشعب الكلمة العليا في ميادين البحرين وساحاتها وختاما في شهر المغفرة والرحمة وشهر التقوى والويام وشهر صفاء القلوب ووحدة المسلمين نؤكد على أهمية رص الصفوة في تضافر الجهود نحو إسقاط كيان العدو الخليفي ومقاومة المحتل السعودي وانتزاع حق الشعب في تقرير مصيره أنتم اليوم يا جماهير الشعب أصحاب المبادرة أنتم من تستحقون الشكر والتقدير على ما بذلتموه من تضحيات جسيمة طوال أيام الثورة ولياليها وأنتم صنع النصر الآتي بإذن الله ومن نصر إلا من عند الله اللهم ارحم شهداءنا الأبرار وثبت لهم لنا قدم صدق عندك يا كريم اعتلاف شباب ثورة الرابع عشر من فبراير الأربعاء السابع عشر من يوليو وتموز 2013 ميلادي البلاد القديم البحرين المحتلة